يعني بحضراتكم مرة أخلصة بشرفة محمد خليفة من الكلام عن مبارات الزمالك والاتحاد زمالك النهاردة كمان على مستوى التغييرات إلاك في تغييرات أسوريا أنا بقى على مستوى التغييرات مش عجبني تغييرات أسوريا يعني أنا بقول بس ما يشقول أنت بقى لا يعني أنت ممكن يكون عجبك الأداء لحد كبير النهاردة لحد دي 60 لحد دي 60 بس مش عجبك التغييرات خاص الراجل جرب جرب يلعب أربعة أنا مش ضد خلص أن أنت تجرب طريقة اللعبة ثلاثة أو طريقة اللعبة أربعة بس الرجل عنا ليه راح جايب بالزناري وعبدالغاني والتنين بوعات جدا ونزلهم هم قلوب الدفاع الأساسية وراح قالب المسلوسي في خط النص ودي أكتر من مباراة المسلوسي انت لو تبص كده يعني إمكانات المسلوسي ما تحسش أنه ليه على خط النص لما قلنا أن الرجل بفكر في خط النص أي حد بيشوف الكرة ممكن يقول آه فتوح رجل عنده كرة والحاجات الزغيرة والحاجات اللي زي دي وجسم فتوح ممشوق تتخيله في خط النص يعني حتى كابتان حملا بمقصود قال لك احنا عرضنا على فريرا أنه يلعبه جنب إمام عشور مع تفندر تاني يلعبه ثلاثة فيه ناس كتير ممكن تتخيل الفتوح في خط النص ممكن تتخيل زيزو في خط النص إنما المسلوسي رجل زهير أي من قواته الدفاعية تتخيله ارتكاز مش جاي معنا يعني مش جاي في الخيال كده أنه هو فالراجل تغييراته جاب الزناري وعبدالغاني من بعيد جدا ممكن يكون اطمئن المباراة وخصوصاً إن كان الزمالك مسيطر بشكل كبير والاتحاد ما كانش أظهر خطورة كبيرة على مرمى الزمالك خصوصاً إن هدف الزمالك بدري في حاجة وخمسين فلا من بعد الدقيقة ستين المطش قلب يعني التغييرات وخصوصاً إن الاتحاد عمل تغييرات كويسة محمد محمود نزعل الكويس كذا تغيير في الاتحاد أنا بفرج على المباراة قلت نصاً كده لبعض الأصدقاء قلت لهم الزمالك دخل الاتحاد الجيم مليون المليون الاتحاد كان برا الجيم ونت قرار تدخله ممكن نقول برضو أن زوران استفاد من خبروته في مصر طبعاً اللي هو عارف الفريق أكتر من أسوره وعارف فريقه صح يعني زوران عارف فريقه جيداً وحتى على فجراء الاتحاد من أبيض الاتحاد مسجل 14 هدف في ربع ساعة الأخيرة مميز هو في إنهاء المباراة تعال نشوف بالمحاولات كده ايه اللي كان مخلي زمالك متطمن للمباراة ونشوف المحاولات دي خريطة المحاولات الكريم محاولات الزمالك مع محاولات الاتحاد نعد الزمالك اللي على الشمال نعد الزمالك الأول ونبص على التوقيتات أول ربع ساعة أربع محاولات للزمالك يبقى كده معنا أربعة مدية 15 للدية 30 أربع محاولات كمان منهم الهدف يبقى احنا معانا 8 محاولات مدية 35 لـ 45 محاولة هذا كده 9 محاولات مدية 45 لـ 60 لـ 1 وقفة في التغييرات احنا قلنا 9 4 محاولات منهم الهدف الثاني احنا وصلنا لـ 13 محاولة الزمالك كعدد وصل لكام محاولة قبل الدية 60 13 محاولة مدية 60 لـ 90 كان محاولة يا كريم محاولة حصلت في الربع ساعة اللي هي الأول اللي هي من 60 لـ 75 قليل جدا جدا عن هاية المباراة يعني احنا خلينا نفتكر تاني الرقم 13 محاولة لغاية الدية 60 عدد كويس جدا على فكرة يعني احنا قلنا عشان كده زمالك عملت ساعة جيدة جدا صح الاتحاد العكس أول المباراة 3 محاولات الدية 35 لـ 30-0 الدية 30 لـ 45 محاولتين كده احنا وصلنا لـ 5 في الاتحاد محاولتين تانيين في الدية 45 لـ 60 ولو ناخد بالنا من النقطة يعني ما فيهاش حاجات مؤسرة قوي يعني الاسود ده بيبقى بلوجد يعني ما شفتناش حاجات مؤسرة بس خلينا نعد 3 و 2-5 و 2-7 احنا نتكلم في سبع محاولات لغاية الديئة 60 يعني في الديئة اللي الزمالك عمل في الديئة غيراته والاتحاد عمل في الديئة غيراته كان زمالك عمل 13 محاولة منهم الهدفين ومنهم الـ الموف كتير في الزمالك 2-3 وفيه حاجات زي الجول ونيجي للاتحاد ما كانش محاول كتير بص بقى الاتحاد من ديئة 60 ديئة 90 كما كريم 4 و 3-7 7 محاولات في نص ساعة الأخيرة مقابل محاولة واحدة للزمالك في نص ساعة الأخيرة فده يعتبر قلب بالنسبة للاتحاد انت عملت 7 محاولات ومنهم محاولات خطيرة تعال نشوفها سريع عشان وقدنا فضيلي ديئتين بس خلاص هنشوفهم محاولات سريعة دي كرة كريم شف الكرة دي شبه الكرة اللي هتنتعامل في الوقت الضايا هنا اختراق من الجبهة اليمين للزمالك الاتحاد قدر يخترق الجبهة دي بشكل كبير جدا بص هنا وصل فينا يا كريم احنا بنتكلم في مواجهة صبحي خلاص تتكلم خلاص هنا لحظة انت بتتكلم ان انت مش مش محاولة وخلاص ده انت قدام الجون تعال نكمل بعدها دي بقى كتف الدية 92 اللي هي قوم الزوران هتبقى شبيهة جدا باللقطة اللي فاتت هنا وسوري بيزاع كم من اللقطة معلش اختراق برضو وصل لنفس النقطة اللي وصلت لا في الكرة اللي فاتت ناس تفتكر اللي اختراق كم منين نفس الاختراق اللي من جابها اليومنا للزمالك بص هنا خلد الغندور وصل فين الكرة قريبة جدا دي كتف الدية 92 وكانت فيه رأسية تانية للمبلولو قدر يستفد فيها من طول مقارنة بالمسلوسي اللي ما قدرش يكاق ده الجون طبعا ده الجون وبعدها كتلقطة تانية عرضية للمبلولو يعني هنا بنتكلم في محاولتين خطيرين جدا والهدف ومحاولة رأسية تعتبر اوف تارجد بس لو قلنا ان مبلولو كان يتعامل معاه بشكل افضل كانت ممكن تأدي لنتيجة افضل للاتحاد اللي قدر يعمل زي ما قلنا سبع محاولات منهم كورتين خطيرين جدا منهم عرضية خطيرة جدا حنشوفها دلوقتي بوستر اتقام بلولو بالنسبة للمسلوسي هنا المسلوسي ما قدرش ينط هنا بلولو اسائل استخدام فيها ومنهم الهدف بالسرعة بسرعة بزعلان جول بتاع فتوح النهار دا مكانش صحيح لا طبعا يزعل وخصوصا يعني ان فتوح كان في رأيينا بعيد عن جازة نجم المباراة اللي راحك نسجل هدفين ما شايف بالأدوار العديدة اللي بلعب فيها فتوح كان يستحق ان نظرة ان الجون دا لو جاء كان خد نجم المباراة وفتوح في اداءه في مباراتين الجيش ومن مبارات النهار دا يستهلي يتبروز والجول كان حلو للدورة كمان نعم الحب الاجوان دي للدورة لا لا انا قلت كده انا قلت الجول حلو اللي بيحب الكورة مش لازتكم بتشجع زمالك او اهلي او اين اي الجول الحلو دي بتبقيت عايز تسيبها تتحط في المكتبة اللي هو الدورة ما بيسترد هاجوان الدورة المواصل يبع عندنا هاجوان مواصل هو خلاص كمان باش في المكتبة للأسف بس هنسترجعه طول الوقت خليفة تشرفت ونورت